منفذ الربع الخالي الحدودي يعتبر البوابة البرية التي تربط السلطنة عمان والمملكة العربية السعودية وللأهمية التي يمثلها هذا المنفذ قام كل من المعالي السيد حمود بن فيصل ألبو سعيدي وزير الداخلية بسلطنة عمان وصاحب السمو الملكية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية لإفتتاح المنفذ الذي تم تفعيل العمل به في السابع من ديسمبر الماضي كما تم خلال الزيارة الاطلاع على المنفذ البري من جانب المملكة العربية السعودية وإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية لإفتتاح المنفذ اليوم هي زيارة تفقدية للوقوف على المنفذ البري من جانب العماني والمنفذ البري من الجانب السعودي واللي هو رسميا يعرض بمنفذ الربع الخالي وأهمية المرحلة القادمة والتطوير ليس فقط الخدمات التي ستكون متوفرة في المنشآت الموجودة على المنفذ إنما حتى المكملة على مستوى المحافظة الظاهرة بشكل عام لأنه يعول على هذا المنفذ حراك كبير وخاصة في الشأن التجاري والاقتصادي والسياحي كذلك المنفذ البري من الجانب العماني صمم بما يتوافق مع متطلبات منافذ العبور البرية لتسهيل حركة التنقل والأفراد والبضائع من حيث المكونات التي يشتمل عليها في التخليص الجمهوري والمزود بأنظمة وتقنيات حديثة تسهم في سرعة إنجاز مختلف إجراءة السفر والبضائع كما يضم المنفذ قاعات الجوازات مجهزة بعدد من مناطر عبور المركبات الخفيفة والثقيلة والحافلات مع قاعات مخصصة لإنهاء الإجراءات المتعلقة بالتأشيرات والإقامة اختصر هذا الطريق المسافة بما يقارب الأربعمائة كيلومتر المسافة الطولية وكذلك اختصر في زمن حوالي عشر ساعات بين البلدين وذلك من خلال تقليل نقاط الحدود في الوصول بين مسقط والرياض اليوم المسافة بين مسقط والرياض كنتيجة الافتتاح المعبر المهم والطريق المهم ثلاثة عشر ساعة كذلك يؤمل من هذا الطريق في نهاية المطاف أن يكون ممر اقتصادي مهم ليس فقط كطريق وإنما لمشاريع مستقبلية تخدم الاقتصاد وتخدم التواصل الاجتماعي والسياحة بين البلدين الشقيقين ويعمل بالمنفذ كادر المؤهل ومزود بكافة الإمكانيات التي تتيح له تطبيق الرقابة الأمنية على الأشخاص والبضائع نقلة نوعية يشكلها هذا المنفذ البري في الارتقاء بالعلاقات في مختلف المجالات محمد بن سعد العلوي من منفذ الربع الخالي ولاية عبري محافظة الظاهرة